اسم الدرس أتصرف في وحدات قيس الكتال الكنطار والطن أستحضر أولاً اخترت أرنباً حياً فوزنه للبائع مثل ما هو مبين في الصورة أبحث عن كتلة هذا الأرنب الإجابة نلاحظ أن كتلة الأرنب تساوي 1 هكتغرام مع 2 هكتغرام مع 1 كيلوغرام مع 2 كيلوغرام إلا 1 هكتغرام مع 2 هكتغرام كتلة الأرنب تساوي كتلة الأرنب تساوي 1 هكتغرام مع 2 هكتغرام مع 1 كيلوغرام مع 2 كيلوغرام إلا 1 هكتغرام إلا 2 هكتغرام كتلة الأرنب تساوي 1 كيلوغرام مع 2 كيلوغرام يساوي 3 كيلوغرام أستكشف ثانياً تجر قاطرة 9 عربات محملة بأكياس من الإسمنت بكل عربة 160 كيساً كتلة الواحدة 50 كيلوغرام توقف القطار في محطة لتفريغ حمولته قامت هذه الشاحنة بعشرين سفر بنفس الحمولة لنقل الإسمنت إلى المخزان لوحة الحمولة كتلة الشاحنة فارغة 1 طن و800 كيلوغرام كتلة الشاحنة في حمولة قصوى 5 طن و4 كنطار ألف أبحث عن عدد الأكياس المحمولة في السفر الواحدة الإجابة عدد الأكياس الجملية 160 في 9 يساوي 1440 كيساً عدد الأكياس التي حملتها في السفر الواحدة 1440 على 20 يساوي 72 كيساً باء أتأمل لوحة الحمولة وأذكر وحدات قيس الكتل المذكورة عليها الإجابة وحدات قيس الكتل المذكورة على لوحة الحمولة هي الكيلوغرام الطن والكنطار جيم هل تجاوز الصائق الحمولة القصوى للشاحنة؟ أعلي الإجابة الإجابة قبل الإجابة نقوم بتحويل جميع الكتل إلى وحدة الكيلوغرام كتلة الشاحنة فارغة 1 طن و 800 كيلوغرام يساوي 1800 كيلوغرام لأن 1 طن يساوي 1000 كيلوغرام كتلة الشاحنة في حمولة قصوى 5 طن و 4 كنطار يساوي 5400 كيلوغرام لأن 4 كنطار يساوي 400 كيلوغرام 1 كنطار يساوي 100 كيلوغرام حمولة الشاحنة 5400 إلى 1800 يساوي 3600 كيلوغرام عدد الأكياس التي حملتها الشاحنة في الصفر الواحدة 1440 على 20 يساوي 72 كيساً وزن الأكياس بالصفر الواحدة 72 في 50 يساوي 3600 كيلوغرام إذا لم يتجاوز الصائق الحمولة القصوى أتدرب ثالثاً أبحث عن العدد الناقص لأحقق المساواة في كل مرة ثلاثة كنطار مع فراغ كنطار يساوي 2 طن 480 كيلوغرام مع فراغ كيلوغرام يساوي 1 طن يساوي فراغ كنطار 760 كيلوغرام مع فراغ كيلوغرام يساوي 1 طن ونصف الطن الإجابة سنستعين بجدول تحويل الكتل لإيجاد الأعداد الناقصة 3 كنطار مع فراغ كنطار يساوي 2 طن 2 طن يساوي 20 كنطار يعني العدد الناقص يساوي 20 إلا 3 يساوي 17 كنطار 3 كنطار مع 17 كنطار يساوي 2 طن 480 كيلوغرام مع فراغ كيلوغرام يساوي 1 طن يساوي فراغ كنطار مليغرام سانتيغرام ديسغرام غرام ديكاغرام هكتوغرام كيلوغرام صفر فراغ صفر كنطار صفر صفر طن واحد 1 طن يساوي 10 كنطار يساوي 1000 كيلوغرام إذن العدد الناقص يساوي 1000 إلا 480 يساوي 520 كيلوغرام 480 كيلوغرام مع 520 كيلوغرام يساوي 1 طن يساوي 10 كنطار 760 كيلوغرام مع فراغ كيلوغرام يساوي 1 طن ونصف طن 1 طن ونصف طن يساوي 1.5 طن مليغرام سانتيغرام ديسغرام غرام ديكاغرام هكتوغرام كيلوغرام صفر فراغ صفر كنطار 5 طن واحد 1.5 طن يساوي 1500 كيلوغرام أي العدد الذي نبحث عنه يساوي 1500 إلا 760 يساوي 740 كيلوغرام 760 كيلوغرام مع 740 كيلوغرام يساوي 1 طن ونصف طن رابعاً أكتب اسم المنزلة التي يحتلها الرقم 8 في كل قيس 4268 كيلوغرام 658400 كيلوغرام 840 كيلوغرام 28 طن الإجابة 4268 كيلوغرام 8 كيلوغرام 658400 كيلوغرام 8 طن 840 كيلوغرام 8 قنطار 28 طن 8 طن 5 خامساً أنسخ ما يلي وأكتب في كل فراغ منقط وحدة القيس المناسبة 16750 سبعة كنطار 35 سلاسة طن 7385 سبعة طن الإجابة 16750 كيلوغرام 16750 كيلوغرام 35 قنطار 7385 كيلوغرام أجزاء أجزاء الغرام مضاعفات الغرام مضاعفات الكيلوغرام ميليغرام سانتيغرام ديسغرام غرام ديكاغرام هكتوغرام كيلوغرام 0 10 كيلوغرام 5 كنطار 7 طن 16 كيف أتعرف الوحدة حسب الجتول؟ أكتب العدد المقترح مع وضع الرقم في الوحدة المذكورة هنا سبعة كنطار إذن الوحدة المطلوبة هي التي كتب فيها رقم الأحاد أو الرقم الأول إلى اليمين هنا الصفر في وحدة الكيلوغرام إذن أكتب 16750 كيلوغرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر